الانتهاكات التركية لسيادة العراق لها أوجه كثيرة بدأت من الاستهدافات الجوية المتكررة وتوغل الجيش التركي لمئات الكيلومترات داخل أراضي العراق وانتهاء بالتجاوز على حصة العراق المائية بعد مباشرة أنقرة بملء سد أليسون ومع بدء السد بتوليد الطاقة الكهرومائية وبثلث طاقته الاستيعابية تزايدت مخاوف خبراء الاستراتيجيات والسياسات المائية من تأثير ذلك على حصة العراق من مياه الأنهار حيث يتجه الوضع المائي في العراق نحو العوز نتيجة تحكم دول الجوار بملف المياه وسوء الإدارة الداخلية العراقية وعدم وجود مخزون استراتيجي يعتمد عليه في سنوات الجفاف وعدم الاهتمام بصيانة سدود العراق وتهيئتها لظروف استثنائية ليس لدى العراق مخزون مائي سوى ذلك الذي خلف سد الموصل والمتمثل بحدود سبعة مليارات متر مكعبة والتي لا يستطيع العراق مضاعفتها بسبب المخاوف من انهيار السد خبراء أشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقلص المساحات الزراعية ومناطق الرعي وتزايد رقعة الجفاف خاصة في محافظات الجنوب والأهوار حيث تقدر المساحات التي ستتضرر من ملء السد بأكثر من أربعة ملايين دنم جهة نيابية طلبت الحكومة باستخدام ورقة التبادل التجاري مع تركيا للضغط عليها بعدم الاستحواذ على حصة العراق المائية فيما طلب أخرون بتدويل ملف الانتهاكات التركية وعدم الاكتفاء بمذكرات التنديد والاحتجاج ووضع حد لسياسات تركيا المنتهكة لسيادة العراق السيادة بمفهومها العام هي ما يتطلع العراقيون إلى رؤيتها متجسدة بكل معانيها من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه سواء بحفظ سمائه وأرضه أو أمنه واستقراره وحتى سيادة الدولة على مياهها النهرية والبحرية